بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبية وطالبات المدارس التجارية شعبة قانون الصف الثالث أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرس من خلال قناة التعليم الفني بتلفزيون المصري كنا بنتكلم في ست مواد عندنا قولنا اللي هما المواد بتوع القانون قانون التجاه قانون الأحوال الشخصية قانون مدني قانون المرافعات قانون لوائح قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية النهاردة ان شاء الله هنتكلم في مادة الأحوال الشخصية كنا نفتكر كده مع بعض اللي احنا كنا بدأناه من أول السنة كنا بدأنا بالكتبة احنا عارفين طبعا كل أحوال الشخصية بيتكلم عن الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة فالأسرة بنبدأ بالكتبة نفتكر عرفنا الكتبة تعريف الفقهي وتعريف اللفظي شفنا موانع الكتبة شفنا شروط صحة الكتبة شفنا الحكم في حالة الرجوع عن الكتبة سواء بالنسبة للهدايا أو بالنسبة للمهر خلصنا الخطبة دخلنا على الزواج عرفنا الزواج لو عقد الزواج بعد كده كاننا في شروط عقد الزواج وكان عندي شروط كتير جدا شروط صحة شروط انعقاد شروط لزوم شروط نفاذ شروط قانونية بعد ما خلصنا زي الشروط وكل العناوين اللي بقولها دي عناوين مهمة جدا وبتكون موضع سؤال في الامتحاد اتكلمنا بعد كده عن انواع عقد الزواج شفنا العقد اللازم والعقد غير اللازم والعقد المقوف والعقد الفاسد والعقد الباطل وساعتها اه زي ما يكون كان مثلا غشيش تكو ازاي تقدر تميز ما بين كل عقد وعقد هو بيكون بدرجة بدرجة الزام العقد من حيث صحة الشروط والاركان وهكذا حتى بداية من العقد اللازم نهاية بالعقد البطن بعد ما خلصنا انواع العقود عقد الزواج يعني دخلنا في اثار عقد الزواج وقلت لكم ان اثار العقد اي عقد مش شرط عقد الزواج معناه حقوق وواجبات اطراف العقد انا بتكلم عن عقد الزواج يعني حقوق واجبات الزواج والزواج قلت ان فيه ثلاث صور للحقوق فيه حقوق مشتركة يعني للزوج والزوجة الاثنين زي بعض زي حق المراث وحق ثبوت النسب والعشرة وما الى ذلك وقلنا فيه حقوق للزوجة وحقوق للزوج حقوق الزوجة كانت تنقسم لقسمين حقوق مالية وحقوق غير مالية كانت الحقوق المالية لواء المهر والنفقة وشوفنا المهر عندنا مهر المسمى وعندنا مهر المثل وشوفنا متى يسقط نصف المهر ومتى يسقط المهر كله بعد كده قلنا ان مهر المست ومهر مثل امرأة من اهل ابيها زي اختها او بنت عمها ودنا ليه حالة لو لم يذكر او اذا كانت تسميته في العقد باطلة او اذا اختلفه في تسميتي بعد كده اتكلمنا في النفقة وقلنا ان النفقة هي واجبة على الرجل لزوجته وقلنا لمجمع من الشروط ان يكون عقد الزواج صحيح وان تكون الزوجية قائمة ما الى ذلك واتكلمنا متى تسقط النفقة ومتى لا تسقط النفقة على الرغم من ان المرأة لا تطيع زوجها احيانا قلنا في حالات لا تسقط النفقة في بعض الاحوال بعد ما خلصنا النفقة تكلمنا عن مسكن الشرعي وشروط المسكن الشرعي وبعد كده تكلمنا عن الميراث والميراث يعتبر من الحقوق المشتركة ما بين الزوجين وشوفنا ان الزوج ليه حالتين والزوج عليها حالتين الحالتين بتوع الزوج لهم النصف او الربع نفتكرهم كده النصف لو الزوجة توفيت ومعندهاش فرع وارس وكلمة فرع وارس يعني أبناء سواء زكور أو إناس لا فرق بين الأبناء زي كانوا أولاد أو بنات والابن هنا تعني ابن الابن كمان يعني مش شرط الابن فقط لا غير والربع لو هي كان عندها فرع وارس أما حقوق المرأة في الميراس كان لها برضو نصيبين هي ترس الربع أو التمن الربع لو الراجل اللي مات توفى ومعندهش فرع وارس أما إذا كان عنده فرع وارس بترس التمن وشفنا شروط استحقاق الميراس أن يكون عقد الزواج صحيح أن تكون الزوجية قائمة وشفنا مونع الميراس اختلاف الدين أو القتل يعني إذا قتل الوارس الطرف الآخر لا يرس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن القاتل لا يرس بعد ما خلصنا الميراس وما إلى ذلك دخلنا في الطلاق والطلاق من الدروس مهمة جدا وكان درس كبير جدا لأننا اتكلمنا في أنواع الطلاق بداية من تعريف الطلاق قلنا هو رفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو المقال باللفز يدل على ذلك صراحة أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة تكلمنا في أنواعه شفنا فيه أنواع ترفع الزواج في الحال اللي بتسميه الطلاق البائن وأنواع لا يرفع بها الزواج في الحال أو قيد الزواج في الحال وبيستمر للزواج خلال شؤور العدة اللي احنا بتسميه الطلاق الرجعي واتكلمنا بعد كده عن حالات الطلاق البائن وحالات الطلاق الرجعي واتكلمنا عن الأمثلة اللي بتاع الطلاق البائن هنا فيه طلاق بيننا كبرى وطلاق بيننا صغرى. بيننا صغرى زي الطلاق عن طريق القاضي. الطلاق قبل الدخول. الطلاق على مال ده مباين بيننا صغرى. لا تحل له الا بعقد جديد وما لجديد. اما الطلاق الرجعي لو نتذكر نهي يجوز للرجل. يجوز للرجل. ان يستعيد زوجتي ما دامت في العدة دون رضاها. ودي بنسميها الرجعة. بنسميها ايه الرجعة. ازا فيه فارق بين الطلاق الرجع وبين الرجعة. الطلاق الرجع اللي هو الطلاق نفسه نوع الطلاق أما الرجع اللي هي الحالة القرار اللي هتخذ الرجل بإعادة زوجتي إلى عسمته دون رضاها ودون عقد جديد ودون مهر جديد ولكن اشترط هنا أن يكون طلاقا رجعيا واشترط هنا أن يكون كلال شهور العدة وقالنا الطلاق البائم بيننا الكبرى له حالة واحدة فقط وهي الطلاق المكملة لثلاث بعد كده اتكلمنا في أنواع الطلاق اللي هو بالنظر إلى صيغته له الطلاق المضاف والطلاق المعلق والطلاق المنجز طلاق المنجز قلنا الذي يقع في الحال يقول لها أنت طالق طلاق المضاف يقول لها أنت طالق بعد شهر أنت طالق بعد شهرين يعني بيديخل زمن المستقبل الطلاق المعلق اللي احنا بنشوفه كتير جدا للأسف يقول لها إذا فعلت كذا أنت طالق وخلص الرأي الغالب اللي بياخد به القانون المصري أن الطلاق المعلق على شرط هيعتبر في حكم اليمين وليس طلاقا إلا إذا كان الزوج يقصد طلاقا ولا يقصد شيئا آخر طيب إذا كان الطلاق حق للرجل وربنا سبحانه وتعالى أدهوله ولكن المرأة المرأة إذا كان هناك ما يعكر صفوها بزوجها وكان الزوج يرفض أن يعطيها حريتها بالطلاق فربنا سبحانه وتعالى جعل لها مخرج جعل لها سبيل إن هي تفتدي نفسها من هذه الزيجة الكارهة لها من هذه الزيجة الجير مستقيم من هذه الزيجة اللي هترتب عليها أشياء تضر أكثر مما تنفع وهو الخلع هنعرف النهار ده إن شاء الله هنتكلم عن الخلع وأحكامه ونتكلم عن شروط الخلع طبعا إن الخلع ليه شروط ونتكلم عن الأثار المتفق عليها والأثار المختلف عليها تعريف الخلع قلنا الخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب حيث قال تعالى ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هن لباس لكم هن تعود على النساء للزوجة يعني هن لباس لكم وأنتم الرجال يعني لباس لهم نقول الآية تاني هن لباس لكم وأنتم لباس لهم اللباس اللي هو الثوب ويسمى الفداء زي ما قلت من شوية أن المرأة تفتدي نفسها إذا كنت أنت يا راجل مش عاوز تطلق فنقدر أفتدي بحقي سواء في المؤخر أو في الصداق أو ما إلى ذلك أن أنا أفتدي نفسي بهذا المال مقابل أن أنا أتخلع منك ويسمى الفداء لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها تشوف بعد كده الفقهاء عرفوا الخلع بإيه قال فراق الرجل ده تعريف الفقه للخلع ولاده فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه بلفظ الخلع تاني هو فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه بلفظ الخلع يعني هنا بدل يعني فيه مقابل يعني الراجل هنا طالما فيه خلع بفيه مقابل قطع ويد لي مقابل أن المرأة خلعته بدون إراده الأصل في مشروعات الخلع إيه طب يعني هل الخلع ده حلال ولا حرام دايما لما قلنا كده جينا شرحنا في الأحوال الشخصية الأسانيد بتاعتنا يا الكتاب يا السنة الكتاب له الكرآن والسنة التي بتاعت رسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية الكتاب ربنا سبحانه وتعالى في الكرآن ولا يحل لكم هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الرجال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف الرجل والمرأة الزوج والزوجة ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هنا ده يعتبر تصريح وواضح من الآية أن الست هنا إذا حست أنها مشت قيم حدود الله وهو زوجة وهو رافد طبعا قلنا للطلاء فهي بتفتدي نفسها وده يعتبر دليل على مشروعية الخل أما السنة لو الدليل التاني من حيث القوة طبعا السنة يعني حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعل أو تقرير لموقف حصل والرسول صلى الله عليه وسلم يأما أقر أو سكت والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل طيب جاءت مرأة ثابت بن قيس زوجة ثابت بن قيس ده أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ده ثابت ده حاجة بسم الله ما شاء الله زال فل يعني راجل ملتزم وأخلاق زال فل ولكني تكلم عنها في سابق أكره الكفر في الإسلام هكفر لو استمرت معي يعني لو فضلت على زمته هكفر من الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقتي طبعا هنا الرسول عليه وسلم يعلم أنه هو كان قدم لها لو ثابت ماهر عبارة عن حديقة قالت نعم وفي رواية أخرى نعم وزيادة يعني لو طلب زيادة هدينه يعني بالشرط بس الحديقة إذن في روايتين للحديث ده الرواية بتاعت الموجودة دي نعم هردله الحديقة ورواية أخرى نعم وزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة طبعا بعد ما جاب ثابت وطلقها تطليقة تطليقة هنا تعتبر كأنه فعلا مطلق يعني طلاق باقي زي ما نشوفت برضو حكم الخلعي الحكمة من تشريع الخلع أنا قلته في المقدمة اللي بدأت بها الكلام عن الخلع ولكن بسياق مكتوب بنقول هو باب فتحه الله ليفرج بيه كرب امرأة هنا المرأة لما تكون بتعيش غصبا عنها مع زوجها الرافض للطلاق هذا كرب وكلمة كرب يعني شيء صعب جدا جدا يعني ليفرج بيه كرب امرأة تبغض زوجها ولا يريد طلاقها هنا اشترطنا قلنا لأنه طبعا ورافض طلاق طلاق في ايدك طب طلاق في ايدك طلاق انت مش راض وهي رافضة تعيش معك يبا تستخدم حقها اللي ربنا ادأولها وشوفنا الاصل بتاعها الحق من الكتاب ومن السنة فترفع امرها الى القضاء اذا الخلع يكون بدعوة الى القضاء باعتبر ان القاضي هو ولي امر المسلمين في هذا الشأن النقطة اللي بعد كده ولاد المال الذي يكوز اخصه احنا قلنا في التعريف ببدل يحصل عليه الزوج بدل يعني مقابل والمقابل اكيد مال وكلمة مال مش نقود المال ده ممكن يكون نقود وممكن يكون عقار وممكن يكون منقود اتكلمنا في ده كتير في المدني وكلمنا كتير في اكتر من موضوع لازم نفرق ما بين كلمة كلمة مال والنقود النقود ده الفلوس اللي احنا عارفنا اما المال تشمل كل شيء يقيم بالنقود ممكن تكون ارض ممكن تكون شقة ممكن تكون عمارة ممكن تكون عربية ممكن تكون مجاورات او وهكذا اسمه ماذا؟ طيب المال الذي يجوز اخذه هناك مذهبان يعني فيه رأيين المذهب الاول قال ايه المذهب الاول يجوز للرجل ان يأخذ ما تم الاتفاق عليه بمعنى قالت له هاخلعك وديك اه كذا واتفع على كذا بغض النظر عن اللي هو المهر اللي دفعه ممكن يكون اكثر او اقل مش مهم المهم الاتفاق فان المذهب ده اجاز ما تم الاتفاق عليه تلما ان المرأة ارتضت لان المرأة اللي هتيدفع هنا خذوا بالي طيب ده المذهب الاول اما المذهب التاني قال ايه؟ لا يجوز للرجل ان يأخذ من المرأة اكثر من الصداقة اللي دفعه له هنا الراجل دفع عشرة يبقى ياخد عشرة هو مش بيتاجر يعني كفاية انه هو هياخد الفلوس اللي دفعها وكفاية انه هو رفض الطلاق وكذا فده رأي اخر اذا فيه رأيين بالنسبة للبدل ان الرأي الاولاني قال ما تم الاتفاق عليه قد يكون نفس المال اللي دفعه قد يزيد قد يقل اما الرأي التاني قال فقط يأخذ ما دفعه رأي العلماء في تكييف الخلق كلمة تكييف في القانون معناه اعطاء وصف احنا عندنا في تكييف الجرائم مثلا في العقوبات جنح جنيات مخلفات جنيات جنح مخلفات ده اسمه تكييف يعني بديها وصف عشان اعرف العقوبة بتاعتها طيب بالنسبة للخلع هل هو طلاق ولا فسخ من الوقت يبني العلاق احنا قلنا خلق وصطلاقي عن الراجل بيطلق لكن الخلع هنا مش بارادة الراجل لكن هولا هو فسخ لا ليس فسخا ليه ليس فسخا لان الفسخ بينهي الاثار السابقة للعقد اما الخلع لا ينهي الاثار بدليل ثبوت نسب الاولاد وكل ما الى ذلك طيب ذهب جمهور الفقهاء ده معناه الرأي الغالب الرأي الغالب الاختلاف رحمة الاختلاف نعمة في هذه الامور ذهب جمهور الفقهاء الى ان الخلع طلاقا وليس فسخا الخلع اعتبر طلاقا وليس فسخا بتيجي اكمل بتيجي صحي وغلط بتيجي اختار زي ما انت عايز بتيجي بس اديك عرفت المعلومة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة يبقى الرسول هناك اللفظه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريع وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقصود فلما يقول طلقها تطليقة اذا ان هو طلاق ونفسخ العقد لو قال نفسخ العقد يبقى هنا او نفسخ الزيجة يبقى ان ده اسمه فاسق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه طلقها تطلقها يبقى طلاق وده ما ذهب إليه جمهور الفقهاء اللواء الرأي الأغلب والمأخوذ به في مصر باعتبار الخلع طلق طيب راحت المحكمة الست علشان تطلب الخلع هل أول ما بتروح المحكمة المحكمة تقول لها أمين عشان انتباع حقك هنخلع لا طبعا القانون زي ما شفنا على فكرة برضو القانون متاخد من سياق الحديث الحديث كان فيه تفاصيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول الصلح ولكن هي رفضت هي رفضت نفس الكلام في نصوص القانون في هذا الشأن وقضاءا بيتم أن المحكمة بتحاول الأول أن تجري صلحا عن طريق أن هي بتنتدب حكمين قد يكون من أهلي وأهليها وقد يكون من معرفهم اللي هما يعرفوا طبيعة علاقتهم يعرفوا شخصيتهم اللي هما يصلحوا ما بينهم وبتديهم مدة ويجوز ويجوز أن تجدد هذه المدة فبنقول إيه المحكمة لا تقضي بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما إذا ده إيه نقطة أولانية نقطة تانية وإعطاءهما مدة لا تجاوز ثلاثة أشر يبقى هنا دلوقتي هي الستة لما راحت تطلب الخلع ورفعت دعوة الخلع محكمة بتقولها قدامك تلات شهور للصلح بينكما ونتبح كمين هو تصلح تقوله رح تصلح مع جوزك لا طبعا نتبح كمين الحكمين هنا قدروا منهم يحاولوا يصلحوا بشدة الطرق هما خلاص عارفونهم كويس ممكن يكون عمو عمها قريب من هنا وقريب من هنا معارف وهكذا ونتبح كمين لذلك للصلح يعني ولا يصح ولا يصح أن يكون الخلع مقابل التنازل عن الحضانة دي نقطة نقطة نتكلم عنها تاني إن إذا خلاص وصلوا إلى خط النهاية وإن لازم يكون الخلع طب إيه البدل؟ البدل قلنا ممكن يكون مال لكن التنازل عن الحضانة لا يجوز لا يجوز أن يكون التنازل عن الحضانة مقابل الخلع يعني خلاص هيخلعك بس سبيل الأولاد لأن الحضانة ليست حقا للمرأة ولكنها حقا للأبناء يعني الحضانة هي حقا للأبناء أن هما يكونوا مع أمهم أو مع جدتهم أو مع خالتهم وهكذا يعني الحضانة بالذات تحتاج إلى امرأة في هذا السن الصغير فبالتالي التنازل عن الحضانة مقابل الخلع يعتبر من الأمور البطلة طيب المحكمة حكمت بالكل إحنا عارفين قلنا في المرافعات السنة اللي فاتت أن القضاء المصري من مبادئه التقاضي على درجتين يعني بيصدر الحكم من محكمة أول درجة وبعدين المتضرر بيطعن في الحكم أمام محكمة تاني درجة طيب هل ده يجوز في الخلع؟ تناول الوقت القاضي حكم بالخلع خلاص يعني بقى أصبح الطلق منه والطلق هنا طلق باقي ينفع الرجل يروح يطعن على حكم الخلع القانون قال لا الحكم في الخلع من درجة واحدة ويعتبر حكما نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن اللي خدناها في سنة تانية احنا خدنا في سنة تانية طرق طعن عادية وطرق طعن الغير عادية مش هنخش في تفاصيل بتاعة المرافعات علشان ما اللغبات كمشي إذن القاعدة القاعدة أن الحكم الصادر بالخلع لا يجوز الطعن عليه واعتبر حكما نهائيا عندي بعد كده شروط الخلع إذا كان الطلق له شروط في المطلق لو بيغرموا كده الخلع برضو له شروط لأنه بيتلتب عليه أثار مكلفة أثار مادية التزامات فبالتالي القانون والشرحات دي شروط الشرط الأولاني أن يقع الخلع من زوج يصح طلاقه يعني زوج يصح طلاقه يعني يكون يعاقل يبالغ الاتنين مع بعض عاقل وبالغ أما الخلع الصبي لا يحق خلع المجنون لا يحق لأن هنا الخلع نعتبر من الأشياء التي فيها التزام ولا يجوز الزام الصبي أو المجنون فهنا الشرط الأولاني أن يصح طلاقه يعني فعلا ينفع يطلع لأن طلاق الصبي لا يقع وطلاق المجنون لا يقع فبالتالي الخلع بالنسبة للصبي والمجنون لا يقع فده الشرط الاولاني ان يقع الخلع من شخص ان يصح طلاقه يعني طلاقه يبقى صحيح لو هو اللي وقعه طلع من نفسك يا عم طيب اتنين ان تكون الزوجية او الزوجة الزوجة محلة للطلاق يعني اما على زمته على زمته اما مطلقة طلاق راجع ولسه في العدة بمعنى انه على زمته مش عاوز يطلقها تخلعه طيب هو طلقه طلقه راجعه تمام هو في الطلقه الراجعه لسه قيل من شوية انه يقدر يرجعها وهي خايفة انه هو يرجعها وهي لسه في العدة والعدة ما انتهتش تخلعه لان هنا هي في حكم الزوجة في حكم ايه الزوجة مدامت ان العدة لسه مستمر ايه ما بنقول ان تكون الزوجة محلة للطلاق وان كان يجوز خلع المطلقة طلاقا راجعنا في العدة هل يجوز الخلع في الطلاق الباقي لا لان اصلا خلاص العقد انتهى الطلاق البقى ان ينهي العقد واثاره تماما حتى لا توارث بينهم شرط الثالث ردأ الزوجين وده شرط مؤلف الكتاب مقتنع به تماما ان لابد ان يردأ الزوج والزوجة على الخل طيب الشرط الرابع ان يكون الخلع مقابل عوض تدفعه الزوجة ما ينفعش يتخلع ما هنا دلوقتي الراجل طالما هنعمل حاجة بدون اراداتي فلابد من تعويضه طيب هو التلقم ايدك وطلقم ايدك وهتدفع طيب انت هتعمل حاجة غصبا عنك انك هتدخلع يبقى التعويض هنا مش معقولة هتدخلع وتدفع لا انت هتدخلع وهتاخد هتاخد بدل او مقابل والزوج هتدفعه زي ما شفنا المهزبين اللي احنا قلناهم لو ايما يكون مساوي لما دفعوا ايما حسب الاتفاق الشرط الخامس ان تكون الصيغة بلفز الخلع احنا عارفين الطلاق بلفز الطلاق لا انت طالق او انت طالق مني او انت طالق زي ما احنا عارفين لكن الخلع بيكون بلفز الخلع ولاسى بلفز الطلاق او ما يدل على ذلك كالابراء تقول له انا بريتك بريتك يعني ابرأتك مما عليك والافتداء تقول له انا افتديت نفسي منك يعني انا بالزبط تواخدني اسيرة وانا هفتدي نفسي منك او الاشارة المعروفة قد يكون في بعض الاعراف ان الاشارة المعروفة معناها الخلع وفي بعض المجتمعات الزوج والزوجة يمسكوا فتلة كده اذا اطعوها معناها خلاص انتهت العلاقة بينهما اذا عندي خمس شروط للخلع ويعتبروا من النقاط المهمة في الخلع ومن النقاط المهمة اللي بتيجي يئمة السؤال مقالي على بعضه تكلم عن شروط الخلع لازم نكتب الخمسة يئمة تيجي في شكل صح وغلط وما الى ذلك لم تسميها الاسئلة الموضوعية صح وغلط واكمل وتوصيل واختار اسئلة الموضوعية اسئلة اللي انتو بتحبوها وللأسف بتضيع درجات منكم عشان بتتسرع طيب شروط اجابة المحكمة الزوجة الى طلب مخالعة زوجها خلاص الزوجة راحت تعمل خلع تبقى الشروط علشان المحكمة توافق على هذا الطلب على المحكمة بنجيبها بشكل اخر بقى فيها دي بقى فيها تفصيل اكتر من الجزء اللي فاتت عرض السلحة على الزوجة مرتين على المحكمة عرض السلحة على الزوجة مرتين تفصل بينهما يعني بين كل مرة ومرة ثلاثون يوما على الاقل يعني الست رحت النهاردة النهاردة مثلا اربعة ثلاثة يبقى المد ما تقلش عن 4 اربعة اللي جاي ممكن تزيد بس ما تقلش عن 30 يوم نديهم براحة للصلح ولا تزيد على 60 يوما يعني من شهر لشهرين مدة الصلح ما تقلش عن 30 يوم ولا تزيد عن 60 يوم وتعين حكمين في سبيل ذلك زي ما دينا مثل عليها طيب لا تحكم المحكمة لا تحكم المحكمة بالخلع يعني المحكمة ما تزدرش حكمها بالخلع الا بعد ان تقر الزوجة او تقرر الزوجة صراحة يعني تيجي كده قدام القاضي ولازم تقول بنفسها نأتوب جد زوجها ده الجملة المشهورة اللي بتشوفها في الافلام اخشى قال لا اقيم فيه حدود الله ليه الجملة اللي قالتها الصحابية لرسول صلى الله عليه وسلم ليه قالت فيه اخشى ان اخرج من الاسلام او اخشى الكفر بعد الاسلام هي ده تقال لا اقيم حدود الله يعني هكفر لو فضلت معا الحكم بالخلع لا يؤثر على حقوق الصغار يعني الابناء لو لهم نفقة او لهم نفقة حضانة او دراسة او نفقة رضاعة كل هذه الحقوق ليس لها علاقة بالخلع الخلع ده بين الرجل والمرأة فقط والابناء حقوقهم محفوزة زميا سواء متعلقة بحضاناتهم او النفقة او المصرفات المدرسية مقدر بدل الخلع الجزئدة هندي بقى فيها تفصيل ان احنا هنعرف الخلع ومقدر بدل الخلع اللي المحكمة هتقرره حسب حسب لو حصل خلاف يعني حسب من هو الذي تسبب في الخلع ما مش شرط ان الست تاخد قرار الخلع تبايا السبب لا قد يكون الرجل وقد تكون المرأة وقد يكون الاتنين يبقى عندي ثلاث حالات الاول لما اتكلم عن مقدر بدل الخلع يبقى لازم اعرف يعني بدل الخلع بدل الخلع تعريف مصطلح بيجي كتير جدا يما يجيب لك المصطلح وانت حضرتك تقول التعريف يما يجيب لك التعريف وانت تقول المصطلح تعريفه بدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة بدفعه الى زوجها مقابل الخلاص حلوة كلمة الخلاص دي مقابل الخلاص منه وانهاء العلاقة بينهما تاني تعريف بدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة بدفعه الى زوجها مقابل الخلاص منه وانهاء العلاقة بينهم ده لو جاء لك ايه عرف بدل الخلع نخش على بدل الخلع قلنا في كم حالة قلنا فيه ثلاثة الحالة الاولانية اذا كانت الكراها من المرأة يعني الست هي اللي راحت للقادي وقالت مش طيقة وهو الراجل زي الفل شمعة منه وراء بس انا مش طيقاء اذا كانت الكراهة من المرأة للرجل شخصيا دون ازاء منه يعني هو ما بيعملش حاجة غلط معه جاز له اخذ عوض مساوي لما اعطى او اكثر هنا القاضي ممكن يحكم انه تاخد اكتر ده اللي بيحدده برضو اكتر الحكمين اللي هو اللي هيعنهم القاضي هو اللي يقول ايوة لا الراجل كويس بس يمشي عايزاه طب ايه المقابل هو كان دفع عشر عزاه خمستاشر او يخدوا عشرين هنا يجوز هنا يجوز ليه عشان الكراها من مين من المرأة كرها ايدفعي طيب اتنين اذا كان النفور يعني الكره من جانب الزوج يعني هو بقى اللي مطلع عينيها مغلبها في عشيتها مسممها في بدانها الراجل يعني مخلاها مش طائقة نفسها هتكفر بجد اذا كان النفور من جانب الزوج يكره ويكره دي درجة من درجات التحريم يكره في الفقه طبعا ان يأخذ الزوج بدل الخلع لانه السبب في ذلك انت السبب في ان هي الست طالبك كده وانت مش راضي تطلق يبقى المفروض ما تاخدش لما فروض تتخلع وتحمد ربنا ان هي خلاعيتك ما عملتش حاجة تانية نمر الثلاثة ان يكون الكره متبادلا يعني هم الاتنين مبهدلين بعض هم الاتنين بيكرهوا بعض هم الاتنين سيئين جدا مع بعض اذا كان الكره متبادل جازة يعني يجوز الخلع مع عدم الزيادة في المقابل عما اعطى الرجل طالب انت وحش وهي وحش او انتو الاتنين ما بتحبوش بعض تفعت عشر تاخد العشر لا زيادة ولا اقل يبقى اذا عندي بدل الخلع ليه تلات حالات هيتقدر بدل الخلع بناء على مين فيهم اللي كاره اذا كانت المرأة كارهة والراجل كويس يجوز ان ياخد اللي دفعه او اكثر اذا كان الكره من الرجل يعني هو اللي متعبه في عشتها المفروض ما ياخدش يكره انه يأخذ يأخذ اذا كان الكره من الاتنين يعني الاتنين هما الاتنين غلطانين والحياة مش تستمر بسببهم هما الاتنين في هذه الحالة يجوز ان يأخذ ما يدفعه فقط لا غير نقطة اللي بعد كده الاثار المترتبة على الخلع الخلع عليه اثر زي ما الطلاق عليه اثار وشوفنا الطلاق الرجع له اثار والطلاق البائن بينهم صغر له اثار والطلاق البائن بينهم الكبرى له اثار نفتكر الطلاق الرجع اثاره ايه انقاص عدد الزوجات الطلاقات يعني الرجل لو في ايده تلات طلاقات استخدم واحدة بفضل واتنين. وستدامة الحياة الزوجية. الطلاق الباقن شفنا اثاره ايه? انه بينهي عقد الزوجية وعايز يرجعها عقد جديد ومهر جديد. يعني الطلاق الباقن بيننا صغرى بيفيد ايه? بقاء الحل وزوال الملك. فاكرينها بقاء الحل يعني حلال ترجع له. زوال الملك ما نفعش ترجع له الا ما هي توافق. طلاق الرجعي طلاقة العدة موجودة. الحل والملك موجودين. اما الطلاق الباقن بيننا الكوبرى اللي هما التلات طلاقات زوال الملك والحل. اللي اتنين. لا ترجع له حتى لو هي عايزة ما ينفعش. خلاص. اصبحت محرمة عليه تحريم مؤقت. فاكرين تحريم المؤقت طبعا. المهم. نرجع تاني. لاثار المترتبعة على الخل. في اثار متفق عليها. يعني ما فيش اختلاف بين الفقهاء على هذه الاثار. وهذه الاثار المتفق عليها واحد. انفصام. يعني انتهاء. العلاقة بين الزوجين اللي قد طلاق الباقن. اصبحت خلاص. مش زوجته. طلاق يعني ما ينفعش ترجع له الا بعاقد جديد وما جديد. على عكس الطلاق الراجل. حتى لو في العدة. خلاص انتهت العلاقة. العدة فقط هنا في هذه الحالة. للتأكد من براءة الارحام. تاني. في الطلاق الباقي. بيننا صغر. طلاق الباقي. بيننا كبرى. وفي الخلقة. العدة للمرأة مش عشان جوزة يرجعها. لا. خلاص. الموضوع انت عاوز يرجع بعادي جديد ومهر جديد. حتى لو بعد ساعة عاوز يرجعها. ما ينفعش. لكن العدة الهدف منها التأكد من براءة الارحام. حتى لا تختلط الانساب بين آآ الاسر والعائلات. يبدأ الاسر الاولى المتفق عليه انتهاء او انفصام العلاقة بين الزوجين. كالطلاق الباقي. النقطة التانية المتفق عليها من اثار آآ المترتب على الخلع. لزوم بدل الخلع في ذمة الزوجة. ما فيش اختلاف. الخلع طالما الست هي اللي بتخلع. واللي راحت المحكمة. يبقى البدل مين اللي هيدفعه? الزوج ولا الزوجة? طبعا ما ينفعش نكلف شخص بحاجة هون مش عايزها. او الراجل مش عايز يطلع ومش عايز يخلع. يبقى ما يدفعش. لكن مين اللي عايز الخلع? الزوجة يبقى هالي تدفع. ازا تلتزم الزوجة ببدل الخلع. تلاتة. عدم اقتران الخلع بشرط فاسد. يعني ما ينفعش ان هي تخلعه مقابل مسلا التنازل على الحضانة. ما ينفعش ان هي تخلعه مقابل ان هي تدي له حاجة حرام او مسلوء اوها كزا. كل هزي الام او ما ينفعش ان هي تخلعه مقابل هي تسيب مسكن الزوجية. لان مسكن الزوجية خلال شهور العدة هو حقه لله وليس حقه للمرأة او للرجل. ليه حقه لله لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده ان الزوجة خلال شهور العدة ما تخرجش من مسكن الزوجية. فهزا يعتبر شرط فاسد. اذا اقترنا به الخل يعني هتخلعيني بس تسيب البيت ما ينفعش. لازم خلال شهور العدة تمكث او تبقى في منزل الزوجية. طيب دي كده اللي فاتت اسمها الاثار المتفق عليها. هنشوبها الاثار المختلف عليها. يعني اه اخسار مختلف عليها. يعني في اكثر من رأي. يعني في رأي قلبيها ورأي قال عكسها. اول اثر من الاثار المختلف عليها. الحقوق المرتبطة بعقد النكاح لو عقد الزواج. والحقوق عدم تأثير الخل على زي النفقة. يعني في رأي قال ان المرأة تأخذ النفقة بتاعتها عادي خالص. اللي هي اه اللي الشرع الدهلة. ورأي قال ليس لها نفقة. اذا هنا دعوا طبعا عشان كده. طالما في اكثر من رأي بقى مختلف عليه. اللي فاتوا. الاربعة اللي فاتوا. ما فيش اختلاف. عشان كده اسمها متفق عليه. باول اثر مختلف عليه النفقة. يعطبنا الاثار المختلف عليها. رأي اه في رأي قال تأخذ لها نفقة. ورأي قال لا ما تاخدش نفق. الاصر التاني المختلف عليه مقدار الفدية. احنا شفنا في الاول قلنا في مذهبين. وبعد كده لما اتكلمنا في بدل الخرع وقلنا فيه تلات آآ نقاط مهمة جدا ازا كان الكره من الرجل او الكره من المرأة او الكره متبادل من الاتنين. يبقى ازا هنا فيه اختلاف. المذهب الاولاني اللي قال ما ياخدش اكتر مما دفع. المذهب التاني اللي قال ياخد اللي اتفقوا عليه. ازا ده برضو طالما فيه اختلاف. يبقى ازا نعتبر من الاصار المختلف عليها. وبنقول مقدار الفدية ذهب الجمهور الى جواز اغز اكثر مما اعطى. على عكس ما قال به الحنفية. خاصة اذا كانت ضرر من جهته. الحنفية قاله ما ياخدش اكتر من اللي دفعه. لو المذهب الحنفي ده المذهب المعخوز به قضاءا وقانونا في مصر فيما يتعلق بالاحوال الشخصية. حتى كنا بتشوف دهما كده المأزون لما يجي يعقد العقد يقول ايه? على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان. احنا عندنا اربع مذاهب في العالم الاسلامي اللي هي المذاهب الوساطية اللي بدينا مش بها كلها. المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. في الغالب والاعم في المسائل الاحوالي الشخصية. الاعم مش كله طبعا بناخد بالمذهب اه الحنفي. النقطة اللي بعد كده شروط العوض المدفوع في الخرق. طيب خلاص اتفقنا الستة تدفع العوض وعرفنا تدفع اكتر او اقل او مساوي. العوض نفسه لشروط. واحد ان يكون مما يصح تملكه وبيعه. يعني ايه? يعني حاجة ينفع اتملكها. عربية ارض شقة فيلا جهاز موبايل تلفزيون كمبيوتر. خلاص. اه فلا يجوز الخلع بمال حرام. يعني ما يكونش سرقته. ما يكونش مال عام. ما يكونش مال مختلس. ما يكونش مال مختصب. في هذه الحالة بنقول فلا يجوز الخلع بمال حرام. واقع الطلاق ورد المال. يبقى هنا خسر. هو دلوقتي مسلا هي سرق ابضاع. وقالت له اه اخلعني وادكي البضاع دي. بعد ما يخلعها ويقع الخلع اه قضاءا. في الحالة دي تثبت ان هذا المال مصروق. المال المصروق يرد الى صاحبي. والطلاق وقع. خلاص. ما نقولش نبقى الطلاق باطل ولا فسد عشان المقابل فسد. لا. الطلاق وقع وانتهى الامر خلاص. اه الشرط التاني في العوض. الا يؤدي العوض الى امر لا يجوز. كان يكون المقابل هو خروج الزوجة من مسكنها. لسا الينا من شوية بنقول ها تاني. ان ما ينفعش يكون المقابل ان الست تخرج من مسكنها. عشان المقوس او المقاء في مسكن الزوجية بعد الطلاق هو حقه لله ولا يجوز التنازل عن الحقوق الله سبحانه وتعالى. الموضوع اللي بعد كده الفرق بين الخلع والطلاق على مال. الطلاق على مال. ست بتروح له جزء اتفق معاه. طلو طلقني وديك مبلغ او 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 بائن بينونا صغرى يعني ما ينفعش يرجعها عشان مش ممكن بعد ما تدفع هي المقابل وخلاص وطلق اي روح يرجعها تاني لا طلق بائن بينونا كبرى صغرى ولاسا راجع الخلع برضو الست بتدفع ولكن بتلجأ للقضاء وبيبقى اه يعني فيه اجراءات اكسر تعقيدا واكسر من اه الطلاق على ما. طب ايه بقى الفرق ما بينهم? هم بيتشبهوا وبيختلفوا في بعض الامور. انشوف الاول بعض الفقاء كالشافعية لا يفرقونا بين الخلع والطلاق على مال. قالوا هما اللي اتنين زي بعض. في احكمهم وفي نوع الطلاق وفي الالتزامات وفي الاسر المترتبة عليها. الحاجات اللي احنا شرحناه. قال لك الطلاق على مال هو هو الخلع. ده مين? مذهب الشافعية. باستسداء محمد بن الحسن. طيب. نيجي بقى على المالكية السادة المالكية بيقولوا ايه? يقول المالكية ان الخلع اعم من الطلاق على مال. عم يعني اشمل. لانها يشمل للطلاق على مال او الخلع دون عوض. احنا شوفنا من شوية انه ممكن يبقى فيه خلع من جره مواقع حاجة. ازا كان الكره منه هو. يبقى هنا الخلع اشمل من انطلاق على مال. ان الطلاق على مال لازم الست تدفع. يبقى هنا مخصص بالمقابل. اما الخلع قد يكون بمقابل او بدون مقابل. في الحالة التالتة اللي احنا قلناها ازا كان الزوج هو السبب في ذلك او ازا كان العوض باطل. فبالتالي هنا مش هينفع ياخد حاجة بس الطلاق وقع. فهنا في الحالة دية السادة الملكية قالوا قالوا ان الخلع اعم من الطلاق على مال. لانه يشمل الطلاق على مال. والخلع دون عوض. يعني بيشمل الاتنين مع بعض. اما السادة الحنفية بيقولوا اذا كان العوض باطلا في الطلاق على مال. طلاق على مال. يعني مثلا. آآ قالت له طلقني وهديك آآ صندوق خمر. طلقني وهديك لحمة خنزير. طلقني وهديك آآ فلوس انا مزورة. باطل. كل ده اعتبر باطل. ازا كان الطلاق على مال آآ آآ باطل. وقع الطلاق رجعيا. هنا بقى حكم الطلاق ايه? هيبقى رجعي. تاني. عند السادة الحنفية. ازا كان الطلاق على مال. على مال باطل من الامثال اللي انا قلتها. هيتحول من طلاق باقي لطلاق رجعي عنه لا 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 هرجعيك. ليه? انت الفلوس المزورة دي. لا ادى انت مدياني خمر. لا ادى انت مدياني وها كزا. كل هذا اعتبر مقابل باطل. لا جزء للمسلم ان يتعامل فيه. فبالتالي ازا كان باطل يعني كانو مش موجود. يبقى كده كانو طلقها مش على مال. يبقى رجعها. تاني. السادة الحنفية بتقول ازا كان المقابل باطلا في الطلاق على مال تحول من طلاقا باقينا بهنونا صغرى الى طلاقا الى طلاقا رجعي. العكس الخلع. الخلع بقى ايه بقى? عند الحنفية برضو. فان العواد ازا فسد وقعت طلاقا باقينا. يعني هو راحة المحكمة. وخلعته. وكان المقابل فاسد. يعني تلع المال مسلوك او او من الامور اللي احنا قلنا عليها من شهدية. هيبقى كما هو باقينا لانه وقع عن طريق القاضي. وده برضو غير انه وقع عن طريق القاضي. هو ده رأي السادة الحنفية في الخلع. حتى لو المال المقابل للخلع فاسد بقى كما هو آآ باقينا. ده الفارق ما بين الطلاق على مال والخلع عند السادة الحنفية. با احنا دلوقتي لما اتكلم عن الفرق كده الشاشة كلها قدامنا بين الخلع والطلاق على مال. قلت عندي مذهب الشافعية مذهب المالكية ومذهب الحنفية. مذهب الشافعية آآ بيقول ما فيش فرق ما بين الخلع والطلاق على مال. مذهب المالكية قال ان الخلع اعمه واشمل من الطلاق على مال لانه يشمل الطلاق على مال والخلع. يعني اعتبر الطلاق على مال صنف من صنوف الخلع. اما ماذا بالحنفية قال اذا كان المال صحيح فهو بائن. اما اذا كان المقابل جير صحيح يعني باطل او كان فاسد وما الى ذلك تحول الخلع من طلاق بائن الى طلاق رجعيا. هنشوف بعد كده نقطة بعد كده. الفرقة نتيجة تطليق القدي. كل اللي فاده. بداية من الطلاق شفنا الطلاق هو حق للرجل. عرفنا الطلاق شروطه. انواعه. انواعه من حيث الرجع وانواعه من حيث الصيغة. وشفنا اصاره وهكذا. وشفنا الطلاق البيان بينه صغره وبينه كبره والكلام ده كله. بعد كده اتكلمنا عن الخلع. الخلع يعني الست راح تتنازل عن حقوقها من قبل انها تخلع تتخلع من الرجل. ومش شرط تقول السبب. في الخلع لا يشترط ان يكون فيه سبب. هي بس تكفي انها تقول ايه اخشى قال لا اقيم فيها حدود الله. بدون تفاصيل. ولكن ده من فيه ولكن. التي اجاز فيها القانون للمرأة 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 ان تلجأ للقاضي تلبا للخلع لسبب. يبقى انا تروح للقاضي. هتقول له عفوا هتطلب الطلاق لسبب. راح تقول له عايزة اطلق علشان كزا. في الحالة دي هنا الست ما بتخسرش حاجة. بتاخد جبيح حقوق. يبقى ده فرق بين الخلع والطلاق على الطلاق القاضي لسبب. وانا عندي في المنهج مجموعة من الاسباب هنشرحهم دلوقتي اللي هو الطلاق لعدم الانفاق. الطلاق للغيبة. الطلاق للضرر. الطلاق للحبس. الزوج المحبوس. والطلاق لتعدد الزوجات. ده بنسميه الفرق نتيجة تطليق القاضي. يعني المرأة هتلجأ للقاضي طالبة للطلاق. اول حالة عندنا التفريق لعدم الانفاق. واحيانا بنسميه الاعصار. الشخص المعصر ميم عين سين ري هو الغير قادر على الانفاق. عنده اعصار يعني ربنا عافينا وعافيكم. مش لها اياكم. طيب. نفقت الزوجة واجبها شرعا على الزوج. يعني نفقت الزوجة واجبها على مين? على الزوجة. واللازم ينفق عليه. المذهب الحنفي قلنا ده المذهب اللي بناخد به لا يجيز التطليق لعدم الانفاق. يعني لو المذهب الحنفي. انت لو لجأت لقاضي حنفي وروحت طلبت من الزوجة من القاضي. عاوزة تطلع عشان جوزي ما بصرفش عليها. حسب المذهب الحنفي لا يجيز. هيرده. اما المذهب السلاسة الاخرى احنا قلنا عندنا اربعة. خلاص الحنفي قلنا. فضباء الشافعي والمالك والحنبلي اجازوا اجازوا التطليق لعدم الانفاق. تاني. المذهب الحنفي رفض التطليق لعدم الانفاق. اما المذهب السلاسة الاخرى فتجيز للمرأة طلب التطليق مولناشي الطلاق. في فرق بين الطلاق والتطليق. الطلاق يعني الرجل يوقع بارادته. اما التطليق يعني بدون ارادته في اجبار زي نفاذ وتنفيذ طلاق وتطليق في اجبار اما طلب التطليق لعدم الانفاق ويحكم لها القادي بالتطليق اذا ثبت لديه الامتناع الانفاق طبعا عن طريق شهادة الشهود وما الى ذلك القادي اذا تثبت من صحة قول المرأة يحكم بالتطليق شروط التطليق لعدم الانفاق طبعا القادي لديه الشروط لابد ان تكون متوفرة حتى يقدي بالتطليق لان التطليق ده طلاص اجبار انا بعمل حاجة للرجل غزب عنه هو مش عايزة. فلازم يكون يطال فرصة. واحد ان يمتنع الزوج فعليا عن الانفاق على زوجتي. شهدت الشهود طبعا. يقول اه فعلا ما بيصرفش. طبعا مش بقول المرأة. ما يكون متجنية. او يكون بتجدب. طيب. شهد انه يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجتي. اتنين. ده مهم او. الا يكون للزوج مال زاهر. يعني ما عندهش اموال ممتلكات. اراضي شركات عربيات. اه شواء. ده اسمه مال زاهر. خلاص? ده يعني مال نقدر نتيقن من وجوده. مال نزهر. وهو ما يمكن التنفيذ عليه بالطرق المعتادة. انه هو الحجز والبيع اللي هو بتاع المرافعات بتاع سنة تالتة. بمعنى ايه? انت يا سيتي جيت يا عايزة ايه? عايزة اطلق. ليه? ما بيصرفش عليه. مشكلتك في الفلوس? اه مشكلتي في الفلوس. طيب. ما هو عنده كزا وعنده كزا وعنده كزا. هنيحجز على هزي الاموال وين بيعها وتنفقي من اموالها. طيب الطلاق هنا ليس له لازم. ازا لا يجوز ان يستجيب القاضي للطلاق لعدم الانفاق ازا كان للزوج مال ظاهر. لازم يكونش عنده. مفلس. اجاز القانون للقاضي ان يطلق زوجة الغائب والمحبوس بسبب عدم الانفاق ازا طلبت ذلك. كندو بالك هو هنا يعتبر سببين في سبب. غائب ده سبب وما بيصرفش ده سبب تاني. محبوس ده سبب وما بيصرفش ده برضه ده سبب تاني. ازا هنا يجوز ان يطلب زوجة الغائب والمحبوس لعدم الانفاق. يعني تروح تقول له انا عزا تطلق عشان ما بيصرفش عليا. برغم ان هو محبوس. ممكن تقول عزا طلع عشان محبوس. بس تقول عشان ما بيصرفش عليا. بس عشان محبوس لها شروط اخرى هنتكلم عنها دلوقتي. يعني اول نوع عندي من انواع التطليق عن طريق القاضي. التطليق لعدم الانفاق. ولا بدي انا توفر فيه شارتان. ان يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجتي. ان الزوج ما يكونش ليه مال ظاهر يجوز. حجزه. ثم بيعه. طيب. حكم التلق لعدم الانفاق يعني نوعه ايه? خلاص احنا قلنا عندنا طلق راجع وطلوق يمبعين بينونا صغرى. وطلوق يمبعين بينونا كبرى. حفظناهم لما زينا. حكم ايه? يقع الطلاق الذي يوقعه القاضي. لعدم الانفاق راجعيا تاني. الطلاق التي يوقعه القاضي لعدم الانفاق هو طلاق راجعي. الطلاق الذي يقعه القاضي بسبب اعصار الزوجة وطلاق راجعي. غالبيت ان لم يكن جميع التطليق عن طريق القاضي بائن بينونا صغرى. الا هذا النوع. الا هذا النوع. طيب. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يقع بها تطليق القاضي للزوجة طلاقا راجعيا وليس بائنا. ده معنى ايه? ان الزوج يقدر يرجع زوجته. طيب ازاي ده القاضي طلقها. وهو عايز يقدر يرجعها اه بشرطين. ما هي مش راح طلبة طلع عشان بتكرهها يا طلبة طلع عشان ما بيصرفش. طيب خلاص. يقدر يرجعها ولكن بشرطين. الشرط الاولاني ان يثبت الزوج يساره. يساره عكس اعصاره. الاعصار. فكر مطقع شديد الفكر. يساره خلاص مع فلوس. الراجل بقى اشتغل ولا ويرس ولا البيدي اشتغلت. خلاص. يثبت يساره وقدرتي على الانفاق. يا سيادة القاضي انت حكمت بطلق زوجتي ولسه في العيد. لازم يكون لسه في العيد. وانا عايز ارجع زوجتي. ايه جيبت يا ابني فلوس اه معي فلوس ايه. عندي داخل اوه بيت اشتغل اوه. ده الشرط الاولاني. الشرط التاني ان يعلن استعداده لاداء النفق التي عليها. طيب يا ابني انت كان عليك نفا قديمة. انت قعدت سنة ما تصرفش عليها. هدفع النفقة ويدفعها فعلا لزوجتي وتيجي تكر اه بانها فعلا اه استلمت النفقة او ضعها في خزينة المحكمة. يبقى ازا عندي شرطين للرجعة بسبب التطليق لعدم الانفاق. شرط الاولاني ان الزوج يثبت يساره قدرته على الانفاق يعني. شرط التاني ان يعلن استعداده لاداء النفقة التي عليه. اه النوع التاني اه للتفريق بحكم القاضي هو التفريق بسبب الغيبة. الغيبة يعني الزوج هيجيب مدة كبيرة. فبنقول ازا جاب الزوج سنة فاكثر. قد بقيت من كلمة سنة. دايما الشروط والخصائص بناخدها من من التعريفات. الشروط والخصائص في القانون بناخدها من التعريفات. فحاجات كتير جدا. فمش عايز اشتتك خلينا في دين. ازا جاب الزوج سنة فاكثر جازة للزوجة ان تطلب التطليق بشروط. واحدة جزء غاب عنها فاتضررت بسبب هذه الغيبة. مش تفضل طول عمرها متعلقة. فتعمل ايه? عايزة تشوف حيات? فتروح للقد تقول له عزة الطالة. يقول لها ليه? هنا بقى ده السبب. فتقول له عشان غائب. احنا شفنا السبب الاولاني. عدم الانفاق. ده سبب الثاني الغيبة. الشرط الاولاني للتطليق بسبب الغيبة. ان تكون الغيبة بدون عذر مقبول. يعني ما يكونش سافر بيشتغل. ما يكونش سافر مسلا بيعمل دراسات. ما يكونش سافر اه في مهمة رسمية وما الى ذلك. غاب. لسبب غير مفهوم او لسبب غير مقبول او عذر غير مقبول. وهذا العذر يقدره القاضي. فهو وليس له لاحد يعني اه وصاية على القادي في ذلك او رقابة على القادي في ذلك. اللي بيقدر العذر ده القاضي ليس اكتر. فاذا ان تكون الغيبة بدون عذر مقبول. الشرط التاني ان تكون الغيبة سنة فاكسر. وده اللي احنا اخدناها من التقدمة. اللي احنا لما احنا قلنا ايه? ازا غاب الزوج سنة فاكسر. يبقى ده خلاص ده شرط. يبقى هنا الست مش بعد ما جزء هيجيب شهر تجري على المحكمة تقول له عايزة طالة ليه جزء غايب بلد ايه? شهر. طبعا هيرفض. لا لا القانون اشترت اه نتكون سنة فاكسر. يعني بعد السنة تعالي. ازا غاب سنة وما تعرفيش اخباره تعالي واحنا هنطلقيك منه. الشرط التالت صدور حكم قضائي. صدور حكم قضائي بالتطليق. ما نقولش بالطلق نقول ايه? بالتطليق. ازا عندي تلات شروط للتفريق بحكم القادي بسبب الغيبة. قدوا بالكو. قلنا التطليق عن طريق القاضي لازم يكون بسبب على عكس الخلع. السبب الاولين قلنا عدم الانفاق. السبب الثاني الغيبة. التلات شروط. الغيبة بدون عزر مقبول. شرط التاني. ان يكون فات سنة على الغيبة. شرط التالت صدور حكم بالتطليق. طيب. كل هذا. ازا كان غياب الزوج في بلد غير التي تقيم فيها الزوجة. يعني سافر برا مصر. نفترض مسلا ان الزوجة في مصر. ودرح اي دولة تانية. دي اسمها غيبة. دي اسمها ايه? غيبة. اما ازا كان يجيب عن بيت الزوجية في نفس البلدة. ان شاء الله يا رب حتى لو في الشقة اللي تحتيها. ما اسمهاش غيبة. هنا في الحالة ديت بنسميه ضرر. هنا ما اسمهاش غيبة. اسمه ايه? ضرر. يعني ما بيخشش بيتهم خالص. قاعد في في البيت اللي اصادهم. قاعد في اخر الشارعة. قاعد في الحي اللي جنبيهم. هنا ما اسمهاش غيبة. هنا هتروح اتطلب التطليق من القاضي. لغيبة لا مش غيبة. عشان في نفس البلد. دي ما اسمه ايه? ضرر. انا متضررة بسبب امتناع زوجي من المجيء الى البيت. قول تاني كل هذا اذا كان غياب الزوج في بلد غير التي تقوم فيه الزوجة. اما اذا كان يغيب عن بيت الزوجية في نفس البلدة التي تقوم فيها الزوجة فان الطلاق انا يكون للضرر. طيب. كان فيه نقطة كده عركت اليها وانا بشرح. طيب المحبوس. ما المحبوس دوت ليه اكتر من شق. انه غائب. وانه ما بينفقش. شوفنا في الطلاق لعدم الانفاق انه يجوز لزوجة المحبوس ان تطلب من القاضي التطليق لعدم الانفاق. زي ما يصرفش. ممكن يكون واحد محبوس وغني ويصرف. يبقى ما ينفعش هنا تقول له التطليق لعدم الانفاق. هنا بقى يكون التطليق الحبس. والقانون برضو حتى شروط قال ان عشان المرأة تطلب من القاضي التطليق بسبب حبس زوجها. الشرط الاولاني ان يكون مدة العقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات. يعني الراجل لواخد سنة او سنتين مش القاضي مش هيستجيب لها. بس يكون بين في اكتابها. طيب. يبشرت الاولاني مدة العقوبة ما تقلش عن ثلاث سنوات. الشرط التاني انها ترفع الدعوة بعد سنة من من نفاذ العقوبة. شفنا زي سنة بتاعت الايه? الغايبة. زوجها مش غاب وجريت طلبة التطليق. لا لازم تفوت سنة. نفس الكلام هنقيص على الغياب. هنعتبر برضو نص قروني كان واضح وصريح. قال مش هترفع الدعوة الا بعد سنة من حبسه. هو اخد خمس سنين ولا عشر سنين. بس مش قال ما رجل هي تحبس تجري على طول تطلوب الطلاق. لازم يفوت سنة بعد كده تطلوب ايه? الطلاق بسبب الحبس. ده ازا كان بينفق. ما بينفقش تطلوب يبقى الطلاق للحبس وعدم الانفاق. عندي كزا سبب بيختار اللي انت عايزها. طيب. عندي ايه تاني? التفريق للعيب. ايه ده احنا نركز مع بعض. كلمنا التفريق لعدم الانفاق? التفريق للغيبة وداخل معاها. تفريق بسبب الحبس وكل حاجة لها شروط. اللي عايز اقوله ان التفريق للغيبة والتفريق للحبس باق بينونا صغرى. تاني. التفريق للغيبة والتفريق للحبس نوع ايه? باق بينونا صغرى. ده اللي انا قلته جميع الطلاق عن طريق القادي باق بينونا صغرى الا الطلاق لعدم الانفاق. طيب. التفريق للعيب. العيب معناه ايه? ان الزوج يوجد به عيب. يوجد به عيب يستحيل او يصعب معه استدامة الحياة الزوجية دون وجود خطر او ضرر يقع على المرأة فان القانون اجاز للمرأة ان تطلب التفريق للعيب فبنقول اجاز القانون للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا ثبت ان به عيبا يحول يعني يمنع دون معاشراتها دون ضرر معاشرات يعني يعيشوا مع بعض في نفس البيت يعني ضرر زي الجنون والجزام والبرس الجنون يعني ممكن كده في خطر على حياتها ممكن يموتها ممكن يولع فيها ممكن يرميها من البلكونة ده في خطر ده مجنون انسان يعني عقله رايح تماما احنا عارفين الجنون هو اذهب العقل بشكل دائما مستمر ولا سلاه علاج الجزام والبرس ربنا عافينا وعافيكم هي امراض ليس فيها شفاء ومهلكة فبالتالي برضو ده في ضرر على الزوج هنا ده اسمه عيب فهي جزء للمرأة ان تطلب التطليق ولكن بثلاث شروط الشرط الاولاني ان يكون العيب مستحكما او مستحكما يعني مستحكم يعني ما يشايخ منه ولا دلوقتي ولا بعد ميتسا ملوش علاج يعني لا يمكن البرء منه كالجزء الشرط التاني ان لا يمكن المقام معه يعني مع جزء الا بضرر كالجنون احنا شوقنا زي مدتك امسلا ممكن يعمل فيها اي شيء يأذيها هي اولادها فبالتالي هنا في خطر على حياتها وعلى نفسها فلا ده اسمه ضرر فتطلب التطليق بسبب هذا الضرر تلاتة الشرط التالت للتطليق بسبب العيب الا تعلم المرأة بالعيب عند العقد بمعنى سواء هذا العيب كان موجود قبل العقد او بعد العقد اذا كان قبل العقد موجود وهم اخفوا عن هذا العيب من حقها بعد ما تعرف تطلب التطليق ولكن اذا رضيت وتعلم بالعيب قبل العقد لا يجوز لها لانها رضيت يعني قبل ما يتجوز او لا خد يبالك عشان عنده مرض كذا وهي وفقت على ده وثبت الكلام ده مش من حقها تطلب التفريق من توافقته لي من الاول او ان هذا المرض جدة يعني حصل بعد العقد وهي رضيت انها تبقى مش من حقها تطلب التفريق يبنى اذا اشترت هنا عدم علم المرأة بهذا المرض عند العقد وعدم وافقته عليه سواء كان رضاء ضمني او رضاء صريح طيب نوع ايه اتفقنا خلاص نوع ايه طلاق بائن بينونا صغرى او طلاق بائن اذا التفريق لعدم العيب هو طلاق ايه بائن النوع الرابع من انواع التفريق بسبب القادي هو التفريق للضرر وسوء العشرة بنقول ايه يجوز للزوجة اذا ادعت الدرر من الزوج يعني ايه الدرر الدرر هنا يختلف من امرأة الى اخرى حسب المستوى الاجتماعي والثقافي والاجتماعي فبنقول اذا ادعت المرأة اذا ادعت المرأة اه الدرر من الزوج بيغلط فيها بيجتمها بيضربها بيأزيها اه يجوز لها ان تطلب من القادي التفريق وحين اذن يطلقها القادي طلق بائن طلق بائن اذا عجز عن الاصلاح بينهم دائما القاضي في هذه الامور القانون بيقول له الاول اصلح قد يصلح الله شأنا بعد فساده يعني اصلح يعني عجز عن الاصلاح بينهم وكذلك لو عجز الحكمين كل المدة يحددها القادي لا تتجاوز ستة اشهر اذا عجز الحكمين عن الاصلاح ان كانت الاساءة من الزوج اقترح الحكمان التفريق دون المساس بحقوق الزوجة يعني الزوج هو اللي غلطان اذا كانت الاساءة من جانب الزوجة اقترح التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم بالزوجة يعني الست هي مش كويسة طب خلاص يعني الرجل كويس بس انت بتدعي الضرر يبا لازم يكون فيه مقابل به اذا كانت الاساءة مشتركة او لم يعرف المسيء اقترح ان يتم التفريق دون بدل وفي هذه الحالة هذا الطلاق يقع طلاقا بنا وكده أولادي وأبناء وبناتي طلبت وطلبات المدارس التجارية شعب القانون نكون وصلنا لنهاية حليتنا النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته